نظهر مساء الخير مشاهدين جمعة مباركة للجميع إن شاء الله بالنسبة جديد الوضعية الجوية نتوقع بحول الله بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الجمعة تسجيل ارتفاع جيد قياسي في درجات الحالقس وخاصة على المناطق الشمالية خاصة الساحلية من الوسطى والشرقية يرتقب أن تصل درجة الحالق إن شاء الله من تيبازة إلى غاية عنابة والطرف إلى غاية 40 درجة مئوية تحت الظل إن شاء الله مرتقبة بداية من يوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بالنسبة خلال الساعات المقبلة تبقى دائما أجواء صيفية رائعة تقصى جميل يميز أغلب ولايات الوطن مع تسجيل بعض الضباب نوعا ما كثيف محلي وهذا خاصة على السواحل الغربية والوسطى ويرتقى باستمرار تشكل الضباب الكثيف دائما خلال الصباح إلى غاية يوم الأحد المقبل إن شاء الله ونشوف الأجواء الحارة والكتل الهوائية خلال الساعات المقبلة المرتقبة عبر مختلف ولايات الوطن بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الإثنين نلاحظوا مرتفع قوي لضغط الجوي قد يمن يسيطر على أغلب ولايات الوطن تكون درجة حرقية سياة تسجل خاصة على الجنوب الغربي وهذا عليكم من بشار بن عباس رجان إن صرحت على أضرار بهوالي 47 درجة مئوية تحت الظل بالنسبة ليوم الأحدا نلاحظوا ارتفاع جد قياسي مرتقب على السواحل الوسطى والشرقية ستعدى عتبة الـ 40 درجة مئوية تحت الظل كما نلاحظوا بالنسبة للسواحل الغربية الارتفاع المحسوس في درجات الحار القصوى إن شاء الله سيكون بداية من يوم الأثنين وعلى أن توقع بداية الأسبوع إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل بحول الله ستكون أجواء صيفية أجواء حارة ودرجات حارة جد قياسية مرتقبة أن نسجلها على أغلب ولايات الوطن يعني نفس الكتلة الهوية ستكون بالمناطق الشمالية نفسها ستكون بالمناطق الجنوبية ما بين 40 إلى غاية 47 درجة إن شاء الله مرتقبة على جل ولايات الوطن شمال وجنوب البلاد بالحديث عن تقصى الحار والأجواء الصيفية الرائعة يجرون الحديث عن حالة البحر إن شاء الله مشاهدين المرتقبة خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غدا السبت إلى غاية يوم الأثنين نلاحظ بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع رياح ضعيفة سرعتها ما بين 10 حتى 30 كم في الساعة اتجاه الموجة أو اتجاه رياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية كما نلاحظ في السورة ستخص أغلب سواحل الوطنية وبالنسبة لدرجة حرارة مياه البحر ما بين 22 إلى غاية 24 درجة يعني سيكون بحر جد دافئ إن شاء الله خلال الأيام والساعات المقبلة بالنسبة للتوقعات الطويلة المدى بالنسبة لحالة البحر سيكون إلى غاية كذلك إلى غاية يوم الجمعي قدام بحر جميل كما نلاحظ في السورة وهذا على طول الشريط الساحلي الآن سنشوف التوقعات الطويلة المدى وهذا حسب خارطة الضغط الجوي بداية من يوم غدا سبت ويلة غاية يوم الاثنين الفاتح من شهر أوت إن شاء الله مرتفع قوي للضغط الجوي يسيطر على أغلب دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما نلاحظ في السورة كتلة هوية جد حرة ستجعل درجة الحياة ترتفع أكثر فأكثر خاصة على المناطق الشمالية يعني نفس الكتلة هوية نلاحظ فيها ستجعل شمال البلد نفسها ستكون بالمناطق الجنوبية وهذا خلال الساعات وحتى الأيام المقبلة يرتقب يعني حسب هذا النموذج أقول يعني أطويل المدى إلى غاية الفتح من شهر أوت يعني نفس الكتلة هوية ستكون بداية من يوم غدا سبت إلى غاية الفتح من شهر أوت إن شاء الله يعني أجوار ستكون جد حرة إن شاء الله مرتقبة عبر مختلف ولايات الوطن طبيعة الحال أقول أمر عادي ورنى في فصل الصيف تقصح يكون حار وجميل في نفس الوقت بهذا مشاهدينا صليطي ورقة حفل التقص نعود الآن إلى زهور الاستكمال شكرا لك حاسب على هذه الورقة الجوية والآن نصل بكم